ذهبت سارة مرغمة على الرحيل ولم يكن بمقدور والدها إلا أن يرسم لها حياة أفضل عبر رحلة لجوء انتهت بمقتلها قصة لجوء تلك يعانيها ألاف العراقيون حيث تعود مناسبة اليوم العالمي للاجئين باستذكار قصة سارة كمفتاحا لألم كبير يعيشه عراقيون في بلاد الغربة بحثا عما فقدوه من أمن تارة وأمان العمل والصحة والتعليم تارة أخرى قصة سارة صورت بمرآة التشابه المأساوية عند ألاف العراقيين ممن لجأوا إلى خارج العراق إما مكرهون أو بقرار عن قناعة للبحث عن مكان آخر يوفر لهم سبل حياة كريمة أبتدم على العراق وأريد أرجع على العراق لنمالي غير العراق وأهالي وأكبر من سارة من حملت شقاء اللجوء في المخيمات تلك دمعة غائرة تذرفها جموع كثيرة ولو تقنعت بوجه التحدي صبرا على مرار اللجوء من يريد الرجوع إلى العراق ومن يريد تحمل قصوة اللجوء أعداد غفيرة طفح كيلوها عام 2021 حينها عمل العراق على إجلاء 430 عراقيا من بين بضعة ألاف من طالب اللجوء العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا نحو الغرب هربا من الموت إلى أحضان موت قد يتربص بعراقيين خلال رحلات اللجوء القاسية شعور جدا صعب مرعب لأنه أقل احتمال أنت تعبك البحر ومخاطرة بحياتك وبحيات ابنك ومرتك كذلك فعلت لعبة كرة القدم هيفاء جديدة لكن تلك القصص ومثلها المئات من مجموع قرابة أربعة ملايين لاجئ عراقي والعدد بحسب خبراء قد يرتفع في حال استمرار ما تشعر به بعض الأقليات من غياب الأمن أو ما يشعر به العراقي عموما من انتشار نسب البطالة والفقر في البلاد قوافل رسمت صورة المساء التي تترجم رحلة البحث عن الحياة لكن العراقية تجرعها بما يعكس ألم الهرب من الموت إلى الجحيم ترجمة نانسي قنقر